وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري غبي آخر إنه طاغية موسى النبي غبي آخر إله أثول الآية الثامنة والثلاثون بعد البسملة من سورة القصص وقال فرعون يا أيها الملأ يخاطب قومه ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً الصرح البناء المرتفع إنه يقلد النمرود فهذا الإله الأثول نمبر تو يقلد الإله الأثول نمبر وان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لماذا؟ لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين في سورة غافر في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة وفي الآية التي بعدها أيضاً وقال فرعون يا هامان يا هامان بن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب يا هامان بن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً بنى هامان له بناء عالياً وتوقف فلما سأل فرعون هامان لما وقفت عند هذا الحد فقال له إننا لا نستطيع أن نواجه الهواء إذا ارتفعنا أكثر من ذلك فإن البناء سينهدم وفعلاً أتم هامان البناء فجاءت ريح فأزالته فمن تفع فرعون من صرحه هذا لذا صنع شيئاً مشابهاً للذي صنعه النمروت صنع صندوقاً وجاء بنسور صنع شيئاً مشابهاً لكنه هو الذي صعد في الصندوق مع هامان وما إن طارت النسور حتى تهاوت المركبة الفضائية التي صنعها فرعون لنفسه كي يطلع على الله هذا الإله الغبي أنقل لكم صورة عن هوانه مثل ما نقلت لكم صورة عن هوان النمرود وكيف أنه هو الذي يأمر العبيد أن يضرب رأسه بالنعال الثقيل وبالأعذية الثقيلة وجد راحته في ضرب رأسه بالنعال والأحذية سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمكر بعباده فهو خير الماكر هذه لقطات وصور من مكره سبحانه وتعالى ولذا يؤدبنا إمامنا السجاد صلوات الله عليه في الدعاء الذي ينقله لنا أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه إلهي 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 لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك من أين لي الخير إلهي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك ما الذي سأنقله لكم عن هذا الإله الأثول عن فرعون سأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إنه دعاء السمات والذي يقرأ في آخر ساعات يوم الجمعة ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وفي نسخة على قبة الزمان والنسخ الصحيحة في جوامع الأدعية والزيارات على قبة الرمان النسخة النسخة الثانية محتملة على قبة الزمان وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان الدعاء يشير إلى أي شيء يشير إلى حادثة مهولة حادثة لا أعتقد أن السينما في زماننا تستطيع أن تصورها بشكل مقاربا إنه يوم الزين يوم الزين يوم عيد عظيم عند المصريين أيام فرعون نتحدث عن فرعون موسى يوم الزينة يوم عيد عظيم أيام فرعون وصار الاتفاق فيما بين موسى النبي وبين سحرة فرعون أن تقع المسابقة المباهلة في يوم الزينة بمحضر من فرعون وحاشيته وحاشيته وبمحضر من الناس من أهل مصر وذاع الخبر في أنحاء مصر من أن موسى النبي سيكون حاضرا في ساحة الاحتفالات ومن 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 السحرة إنهم عظماء السحرة من أتباع فرعون فلقد فلقد جاء بكل ساحر عليم متمكن متمرس في عمله وسحرة واجتمعوا بكل أبهتهم وبكل إمكاناتهم ساحة عظيمة للاستعراضات الفرعونية وللاحتفالات الفرعونية مثل ما يقال في أيامنا للمكان الذي يجلس فيه الرؤساء والملوك والقادة والأمراء أثناء الاحتفالات والمهرجانات الكبيرة أو أثناء الاستعراضات العسكرية المهمة في المناسبات الوطنية القومية العسكرية الدينية قولوا ما شئتم فرعون قد بنى له هامان قبة الرمان بنى له قاعدة تحية على شكل فاكهة الرمان ولذا قيل لها قبة الرمان أما على نسخة قبة الزمان هي القبة المتفردة في زمانها قاعدة تحية يجلس فيها فرعون وعائلته وحاشيته كي يطل على المهرجانات والاحتفالات والمراسم التي تقام في أيام سلطانه وحكمه قبة عظيمة بناء عظيم جدا كانت تلك القبة ترتفع إلى ثمانين ذراعا ترتفع باتجاه السماء إلى ثمانين ذراعا ثمانون ذراعا أربعون مترا من الأمتار كانت ترتفع تلك القبة وما هو بارتفاع قليل حتى في زماننا هذا قاعدة تحية يرتفع بناؤها إلى أربعين مترا وكان قد لبسها بالحديد اللامع البراق فحينما تصطع الشمس عليها ما كان الناس يستطيعون أن ينظروا إليها لأنها كانت براقة مسقولة بنحو عجيب فإذا ما سطعت الشمس عليها عاد ضوء الشمس مشرقا من من تلك القبة الهائلة اللامعة البارقة الصقيلة حين ارتفاع النهار في يوم الزينة جاء فرعون وكانوا بكل عظمته الملوكية في أجمل لباسه والذين كانوا معه كذلك إنه يوم الزين وكان يتوقع الانتصار على موسى فلقد جاء بعظماء سحرته وقال لهم إن تغلبتم على موسى في يوم الزينة وأريتم الناس ذلك فإن لكم ما لكم سأرفع شأنكم وسأجعلكم شركاء لي في حكمي وسلطاني ستكونون قريبين مني في حاشيتي ستكونون سادة في مملكتي إذن يوم الزينة قبة الرمان تسطع لمعانا وفرعون وهامان والحاشية والأمراء جاءوا جاءوا وجلسوا في قاعدة التحية توافدت الآلاف المؤلفة من المصريين بكامل زينتهم إنه يوم العيد وهم يرجون ويتوقعون ويتوقعون أيضا أن عظماء سحرة فرعون سيتغلبون على موسى سيتغلبون على موسى الإسرائيلي فإن المصريين كانوا يحتقرون الإسرائيليين عظيم عليهم أن يخرج إسرائيلي من الإسرائيليين كي يغير دينهم ويستخف بفرعون إلههم كبير هذا على المصريين آنذاك وعلى فرعون أكبر فجاء المصريون جاءت جموع الناس جاء آلافا مؤلفة كي يحضر الاحتفال وكي يحضر هذه الواقعة العجيبة إنها مسابقة ما بين موسى لوحده وبين جموع من عظماء السحرة من سحرة فرعون في سورة طاها في الآية الخامسة والستين بعد البسملة وما بعدها قالوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ثقة عالية بنفوسهم إنهم إنهم عظماء سحرة وقد جاءوا بعجائب سحرهم وهم ينظرون إلى فرعون مفتخرا بهم في قبته العظيمة إنها إنها قبة الرمان وينظرون إلى هذه الجموع الهائلة من الناس الذين جاءوا إلى موعد يوم الزينة إلى هذا الموعد العجيب قالوا يا موسى كان وحيدا ليس معه من أحد قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى جاءوا بسحر عظيم بهروا الناس بهروا فرعون ومن معه وبهروا تلك الجموع الهائلة جاءوا بسحر عظيم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هذا حال موسى موسى كان يرى الأشياء بنحو يختلف عما كان يراه فرعون وتراه تلك الجموع ولكنه مع ذلك فإن القرآن يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى هذه الصيغة الأعلى لم تأتي جزافا إنه القرآن فليس هناك من تعبير جزافي في القرآن إنه القرآن قلنا لا تخف لا تخف يا موسى إنك أنت الأعلى عصى موسى وآياتها تجليات علوية كنت مع الأنبياء باطنا والله هو العلي الأعلى واشتق له اسما من اسمه فعلينا هو العلي الأعلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى تقدس شأنه وتعزز هو الذي اشتق له اسما من اسمه فهو العلي الأعلى وهذا علينا وهذا علينا هو الأعلى كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا قلنا لا تخاف لا تخاف إنك أنت الأعلى فأنت الأعلى بآيات عليا فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف لا تخاف إنك أنت الأعلى ما الذي جرى فألقى موسى بالعصى لقد اختفت العصى اختفت العصى ذابت كما يذوب الرصاص نذهب إلى فاصل وصلت معكم قبل الفاصل من أن موسى النبي ألقى بعصاه ألقاها على الأرض اختفت العصى ذابت ذابت عصى موسى كما يذوب الرصاص هل تتصورون ما هو حال الجميع فرعون مشدود الانتباه الذين آمنوا بموسى كانوا مع النحس أيضا ربما أصابهم الخوف لقد اختفت العصى ذابت وهؤلاء عظماء السحرة جاءوا بالأعاجيب أذهلوا الناس بهروا الحضور لكن المفاجأة المرعبة لقد حدثت حدثت المفاجأة المرعبة وإذا برأس أفعى كم حجمه إذا برأس يتمدد وينتفخ حتى صار الشطق الأول من شطق فم الأفعى صار فوق أعلى قبة فرعون كم حجمها العصى العصى ذابت كما يذوب الرصاص هكذا تقول الروايات وإذا وإذا برأس أفعى برأس تنين التنين الأفعى الضخمة الكبيرة وإذا برأس تنين هائل هائل الجميع ذهل وسيطر الرعب على جميع القلوب خوف عم المكان ما هذا الذي نراه رأس أفعى يتمدد إلى الحد الذي يكون الشطق الأعلى من رأسها فوق قبة فرعون وكأن الأفعى تريد أن تلتهم هذا البناء الضخم كل هذا يحدث بمرأ من عظماء السحرة ومن فرعون وحاشيته ومن الجموع الهائلة التي حضرت ساحة الاحتفالات كأن الأفعى تريد أن تلتقم قبة فرعون التي ترتفع ثمانين ذراعا لقد دخل الرعب إلى كل خلية في جسم فرعون سأحدثكم عن الذي جرى هائل هذا الذي جرى ولذا فقد قرأت عليكم من دعاء السمات وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان هذا هو مجد محمد وأهل محمد هذا هو مجد عليا الذي كان باطنا مع الأنبياء تمجد موسى هم ينظرون إليه على أنه إسرائيلي إنه إسرائيلي من الدرجات المنبوذة في ذلك المجتمع هؤلاء عبيد خدام لفرعون وقومه بعد بعد ذلك تحركت الأفعى كم حجمها إذا كان رأسها بهذا الحجم كم حجمها كم طولها كم علوها دارت إلى كل ما صنعه عظماء سحرتي والتقفته لقد صنعوا ما صنعوا من عجائب السحر وجاءوا ما جاءوا بأمور عظيمة كبيرة هائلة لكن هذه الأفعى التقمت كل شيء هنا 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 وقع السحرة ساجدين لقد علموا من أنهم لا يتعاملون مع ساحرين إنهم يتعاملون مع إله هذا هو الإله الحقيقي هذه آياته وآثاره وليذهب 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 فرعون إلى الجعيم أي إله هذا الإله الأثوال هنا وقع السحرة ساجدين بعد ذلك ماذا فعلت هذه الأفعى لقد تحركت مرة أخرى باتجاه قبة فرعون وفتحت فمها فكان الشدق الأول على الأرض وكان الشدق الثاني على أعلى قبة الرمان وفتحت فمها لقد رأى فرعون جوف فمها أي رعب حل بفرعون أتعلمون ما الذي جرى على هذا الإله العظيم أول شيء هو وهامان أصابهم إسهال شديد تغوط في ثيابهم الملوكي الروايات تقول لقد شاب رأسه رأس فرعون وشاب رأس هامان إبيض شعرهما تغوط في ثيابهما وشاب شعرهما وأغمي عليهما وبعد أن انتهى ذلك الاحتفال العظيم وقد امتلأ فرعون رعبا بقي يتغوط في ثيابه في بعض الروايات إلى آخر عمره إلى أن مات بقي يعاني من إسهال مستمر فكان في حالة إسهال دائم دائب هذا هو الإله نمبر تو الناس ماذا جرى عليهم هذا المشهد المرعب جعل الناس تفر في جميع الاتجاهات وداس بعضهم على بعض وطأت الناس على الناس الروايات تخبرنا أن عشرة آلاف ماتوا من وطأ الناس لبعضهم البعض عشرة آلاف ما بين رجل وامرأة وصبي فإن الناس كانوا قد خرجوا للعيد ليوم الزينة خرجوا جميعا رجالا ونساء وأطفالا جاءوا بزينتهم في يوم عيدهم كي يتفرجوا على الذي يجري في ساحة الاحتفالات والإعلانات قد نشرت قبل ذلك بفترة زمنية ما هي بقصيرة هذا هو الإله فرعون بقي يتغوط في ثيابه في بعض الروايات إلى أيام طويلة وفي بعض الأخبار بقي يعاني من حالة إسهال إلى آخر عمره إلى أن مات وهو يتغوط في ثيابه هذا هو الإله فرعون ما الذي جرى على موسى موسى النبي هو الأخر ركض مع الناس هو الأخر ركض مع الناس لهول المشهد إلى أن أمر بالرجوع رواية جميلة جدا في أحاديثنا في ثقافتنا الشعبية العراقية أكو بعض الحشي من السمعة نقول هذا تحط على الجرح يطيب الجرح أكو كلام من السمعة فعلا إذا تحط على الجرح الجرح يطيب هذه الرواية من هذا اللون إذا ما وضعتها على الجراح فإن الجراح ستندمل ستشفى أقرأ عليكم من الجزء الثاني عشر من بحار الأنوار لشيخنا المجلس إنها طبعة دار إحياء التراث العربي الصفحة الخامسة والثلاثون إنه الحديث الثاني عشر بسنده عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه عن موسى بن عمران عليه السلام لما رأى حبالهم وعصيهم كيف أوجس في نفسه خيفتان ولم يوجسها إبراهيم عليه السلام حين وضع في المنجنيق وقذف به في النار سؤال جميل إسماعيل ابن الفضل الهاشمي يسأل الصادقة المصدقة صلوات الله عليه عن موسى بن عمران كيف أوجس في نفسه خيفة في هذه الحادثة التي كنا نتحدث عنها أما إبراهيم حين وضع في المنجنيق وقذف به في النار لم يتوجس خيفته ما السر في ذلك فقال إمامنا الصادق هذا هو الحشي اللي أقول لكم عليه من تحطوا على الجرحيطي فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن إبراهيم حين وضع في المنجنيق كان مستندا إلى ما في صلبه من أنوار حجج الله عز وجل رجعنا 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 إلى محمد وآل محمد فإبراهيم جده إن إبراهيم حين وضع في المنجنيق كان مستندا إلى ما في صلبه من أنوار حجج الله عز وجل ولم يكن موسى كذلك فلهذا أوجس في نفسه خيفة ولم يوجسها إبراهيم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر